في إطار ما تضمناته الكلمات السامية لجلالة المالك المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس والتي دعا فيها جلالتها صحاب الأعمال إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد تواصلت الاجتماعات التنسيقية لمناقشة عدد من المبادرات التي تهدف لتنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين حيث اجتمع معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مع السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة قرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة وخلال الاجتماع أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة أن مملكة البحرين بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى ومتابعته سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تسير بخطا ثابتة بطرح وتبني المبادرات التي تعزز استدامة النمو الاقتصادي وتحفيزه نحو زيادة وتطوير ونماء مختلف القطاعات تسير بخطوير ونماء من الجهات